يقول الفيلسوف اللبناني شبل شميل وهو من إخواننا أبناء الدين المسيحي يقول إن علي كان في زمان غير زمانه والمشكلة أن هناك في ذلك الوقت في ذلك المجتمع لم يكن الناس بهذه المعرفة وبهذا القدر الذي يستوفون من علي بن أبي طالب حيث كان يقول ويردد مراراً وتكراراً سلوني قبل أن تفقدون سلوني قبل أن تفقدوني وهو يعني بذلك فقدانه سلوني قبل أن تفقدوني سلوني بطرق السماوات أنا أعلم بها من طرق الأرض والكلام للأديب شبل شميل الفيلسوف اللبناني الكبير وإن طرق السماوات كان يعني بها علياً علم الفضاء علم الفضاء الذي لم يتحدث عنه أحد ولم يصل إليه أحد إلا في القرن العشرين في هذا كان لعلي باعاً طويلاً وإذا نحن نشوف الناس اللي سلت علي بن أبي طالب لم يكن كثيرهم يبحثوا عن علم إما يسأل بأمور بسيطة لأن هناك في ذلك الوقت الناس كانت في بدايات الإسلام وفاهمين الإسلام عبادة صلاة وصوموا بس يعني فاهمين جانب عبادي مجانب علمي ولذلك إذا تشوف مثلاً نسأل إحنا نقول أن الإمام جعفر الصادق عليه السلام سوى مدرسة عظيمة للفيزياء والكيمياء وتخرجوا على إيديه جبرع بن حيان وغيره 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 والأمور الأخرى ليش لم يطلع علي بن أبي طالب بهذا الدور لأن الزمان في ذلك الوقت ما كان يستوعب هذه العلوم